أكد رؤساء عدة وكالة إنسانية تابعة للأمم المتحدة أنهم لن يشاركوا في أي مقترحات أحدية لإنشاء مناطق آمنة في قطاع غزة وأوضح المسؤولون الأمميون في بيان لهم أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تثير مخاطر الحاق الأذى بالمدنين بما في ذلك خسائر كبيرة في الأرواح في ظل الظروف الحالية في القطاع كان من بين الموقعين منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتين جرافث والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدرس أدانوم